من الأول كده من أين تأتي إرادة الإنسان على فعل أي شيء؟ هو النقطة الأول الإرادة بتبني من جوانا لما احنا نحدد المجال نفسنا أو الهدف اللي احنا هنكمل فيه فبتبدأ القوة الداخلية بتاعتنا هي اللي تتحرك فبتتبني الإرادة من الأول لما أنا بقى باصص على آخر الطريق أنا أعايز أوصل لفين؟ أنا أعايز أتحرك إزاي؟ يعني لازم بقى فيه رؤية؟ لازم بقى فيه رؤية قدامي وهدف لازم أحققه عشان أقدر أحقق أوصل في الطريق ده لكن لو أنا فضلت أتكلم على أن أنا عندي إرادة وأنا من جوايا مش شايف أنا رايح فين فبالتالي خلاص مش أكمل يعني البداية بتيجي من الهدف؟ مظبوط البداية من الهدف قبل ما تكون فكرة أن أنا عندي إرادة وخلاص لو أنا أقناوي أحقق الحاجة الفلانية هوصل لها لو أنا مصمم على النجاح هوصل لها بس المهم أن أنا تبقى طول الوقت شايف أن أنا أقدر أنجح وكمل طيب أنت حقق قبلت في حياتك ناس دوي إرادة قوية وناس دوي إرادة ضعيفة الناس قدرت تحقق أهدافنا وسيلا إيه المشترك ما بين الناس اللي قدرت والناس اللي ما قدرتش إيه المشترك بينهم من صفات؟ الاتنين ببقى عندهم قوة داخلية يعني الاتنين الأهم حاجة مشتركة دايما أن الاتنين عندهم القوة أنا فيه دايما مثال بقوله عامل زي العربية الإرادة بالزبط هي عربية دايرة ومشية لكن التانين عربية وقفة فالاتنين نفس العربية موجودة فالاتنين عندهم القوة ودي الحاجة المشتركة ولكن واحد بيستخدم قوته علشان يوصل للهدف بتاعه واحد تاني ما بيستخدمش قاعد وخلاص على كده تمام إيه المواقف اللي أنت بتحس أنها ممكن تشحز الإرادة بقوة؟ يعني حتى بنتبقها ساعات علينا كشعم إن فيه مواقف معاينة بنمر بيها بص لقي كلنا يعني اتحادنا وإرادتنا نفزة المستحيل وفيه أوقات تانية لا منقول الشعب ده ماله فإيه اللي بيحفز وإيه اللي بيضعف أو يحبط؟ أكتر حاجة بتحفزنا إننا دوق طعم النجاح أيوة إنه هو إيه؟ إحنا ساعات بنحط النجاح حاجة قيمة كبيرة قوي فما وصل لهاش فبالتالي ده يهمدني طول الوقت على العكس من إننا دوق طعم النجاح ولو حاجة صغيرة بحاجة صغيرة يعني أنت بتؤمن بالخطوات الصغيرة المتتالية مصبوط زي في القورة مثلا أو في الموتوشة فيه ناس بتستنى النتيجة لحد آخر المطل وفيه ناس تانية بتعجبها اللعبة الحلوة فكل لعبة بتشجع الناس أكتر فده يخلي الإرادة مستمرة طول الوقت إن إحنا نكبر ونكبر 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 وكل مرة ندعم الإرادة أكتر ترجمة نانسي قنقر